ونروح دلوقتي الفقراتنا اليومية الخاصة بمهرجان العالم عالمين مبارح افتتح النجم الكنج محمد مونير حفلات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية وقدم حفلا غنائيا ضخما في مدينة العالمين الجديدة وطارب جمهوره ومحبيه بأجمل أغانير قديمة والجديدة طبعا متواصل فعليات المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل اللي بتشهد العديد من الفعليات الفنية والرياضية والطرفهية المختلفة وده بعد النجاح الكبير اللحقاء والمهرجان في نسخته الأولى اللي أقيمت العام الماضي هنتعرف على تفاصيل أكتر مع زملتنا ميرفت المليجي وفادة أكستر نيوز من العالمين الجديدة صباح الخير عليك يا ميرفت صباح الخير عليك يا سارة وصباح الخير على باسم وصباح الخير طبعا على كل مشاهدي أكستر نيوز زي ما قلت يا سارة مبارح كان الافتتاح الكبير المبهر اللي كلنا تابعناه على الشاشات وشفنا التواجد الكبير جدا جدا من الزائرين لمدينة العالمين الجديدة شفنا الانبهار انبهارنا كلنا بالافتتاح الكبير سواء من الفايروركس اللي شفناها وكانت مالية سماء العالمين الجديدة سواء من التنظيم من المسرح الكبير اللي كلنا اتفاجئنا به وتفاجئنا به فخامة هذا المسرح وطبعا وجود عليه الكنج محمد منير زوده فخامة وشفنا طبعا كل محبي النجم محمد منير كانوا موجودين بقوة بمبارح وكانوا مستمتعين جدا بالفن اللي بيقدمه وشفنا كمان المفاجأة الحلوة جدا لبداية الحفلة لما سمعنا وشفنا رقصات تاوي الفلكلور الفلسطيني وزي ما قلنا في بداية هذا المهرجان في نسخته التانية ان فلسطين هتكون موجودة وبقوة وطبعا ده دي لمسة انسانية جميلة جدا من القائمين على مهرجان العالمين شفنا طبعا دينا الوديدي وهي بتغني عدد من الاغنيات الفلسطينية والفلكلور الفلسطيني واللي استمتع به وتفاعل معاه الجمهور بشكل كبير جدا ومن اليوم الاول قلنا ان دايما هيكون عالم فلسطين جنبا الى جنب مع العالم المصري ودي طبعا دي يعني لمسة انسانية ومصرية وطنية وعروبية ايضا جميلة من القائمين على مهرجان العالمين شفنا كمان مبارح في كل شوارع العالمين الجديدة كانت ممتلئة على اخيرها الكل جيه كل كان سامع عن افتتاح المهرجان والجميل كمان استنادي ان المكان اللي في القرينا ما كانش نفس المكان المعتاد لا ده احنا كمان قلنا للناس احنا مش بس الجانب اللي فيه البحر هو اللي فيه حياة لا احنا كمان عندنا جوانب تانية الجانب الاخر من العالمين الجديدة مدينة تراثية بالمصرح الكبير وشفنا كمان اليوم الاول اللي هو قبل سبق الافتتاح الرسمي اللي هو قبل حفلة الكنج كان فيه اللايف شو بتاع معكم اللي كان فيه طبعا النجم متحط صالح ومقامتع الموجودين باغاني طرابية كثيرة جدا وكان فيه تفاعل كبير مع الجمهور وهذه النوعية يا باس مصارى من البرامج بيكون لها جمهورها بشكل بانهم بيتفاعلوا مع الاعلامي ومع المزيع ومع المطرب ومع الضيف بشكل مباشر وده نوع مش يعني مش متعودين عليه كتير في مصر ولكن ان هو يبقى في مصرح مكشوف وفي مكان مكشوف دي كانت تجربة جديدة نجحت طبعا السنة اللي فاتت وبنقررها المرة دي ولكن بنستغل بقى الجمال اللي موجود في العالمين الجديدة ان فيه المصرح الجديد الروماني طبعا والمدينة التراثية بجمالها وبتنظيمها وبالمعالم اللي موجودة فيها ده طبعا كان لها اثر كبير جدا وشكل كبير جدا شفناه بالامس التنظيم طبعا ولا اروع شفنا النظام يعني على الرغم من الكسافة الكبيرة اللي كانت متوجدة دي نقطة اللي كنت عايزة روح معاك ليها يعني انبارح على الرغم من الاعداد الكبير شفنا يمكن على قناة يولايف لان حتى الناس اللي ما ادروش ان هم يروحوا او ما ادروش هذه الحفلات ادرو ان هم يستمتعوا بهذه الاجواء ويعيشوها من خلال قناة اللي اطلقتها المتحدة علشان تغطي من خلالها كل الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين ونعيش هذه الاجواء كلنا مع بعض قناة يولايف طبعا بنتكلم عليها بس اللي لا يمكن ما قدرناش ان احنا نشوفه من خلال القناة هي الاجواء التنظيمية وهي دي كان محور سؤالي معاك يا ميرفد بس يا باسم يعني من اللحظة الاولى اللي احنا جينا فيها قبل انطلاق المهرجان كمان انت هتلاقي العمل كان شغال في كل مكان في كل ركن في مدينة العالمين الجديدة كان فيها ناس شغالة عشان انشاء مسارح عشان تستقبل هذا العدد الكبير بنتكلم في اكبر مسرح بيسعى لعدد كبير جدا من الوافدين او من الزائرين اللي هيجوا يستمتعوا به الحفلات الكتيرة اللي موجودة في مدينة العالمين التنظيم بقى وقت الحفلة كمان او قبل ساعات من الحفلة كان التأمين طبعا موجود في كل الشوارع طبعا التنظيم المروري وده كان مهم جدا ان في ظل الضغط الكبير والعداد الكبيرة اللي كانت بتزور مدينة العالمين بالامس واللي طبعا ديها تتوافت بشكل كبير على مدار ايام المهرجان كان فيه تنظيم فيه يعني استعداد لكل حاجة موجودة احتمالية موجودة عربيات الاسعاف كانت متواجدة في كل مكان محيطة بكل مكان هيكون فيه كسافة كبيرة من الموجودين او من الزائرين ايضا التنظيم المروري كان هايل جدا فبالتالي ما عملش اي مشاكل مرورية على الطريق السحلي فعلا مربط ينا احنا طبعنا ده كمان كان في النسخة الاولى من المهرجان السنة اللي فاتت احنا شفنا ده بعينينا اي حد راح مهرجان العالمين السنة اللي فاتت شاف التنظيم شاف كل الاجواء الجميلة دي من الحفلات والانشطة الرياضية والترفيهية عايزة بقى اسألك شوية انا عارف ان فيه مفاجآت كتير في النسخة التانية من مهرجان العالم عالمين عايزة عارف شوية عن الفعالات الرياضية تبدأ امتى ولو فيه كده شوية تسريبات من عندك كده تعرفلنا ايه مثلا فيه مفاجآة احنا لسا ما عرفوش طبعا قبل ما اروح للجانب الرياضي عشان احنا الجانب الفن السندي فيه زخم عظيم يعني طبعا احنا اعتدنا ان السنة اللي فاتت في النسخة الاولى كان بيكون الحفلة الرئيسية لو هنطلق عليها ده بتكون يوم الجمعة ولكن احنا من كتر ما الفنانين اللي بعد نجاح النسخة الاولى حبين يتواجدوا معينا وحبين يبقى فيه جديد والقائمين على التنظيم حبين ان كل يوم خاصة في عطلة نهاية الاسبوع طبعا الفعاليات موجودة على مدار المهرجان من اول 11 لغاية يوم 31 اغسطس ولكن على مدار الاسبوع وتحديدا في الويك اند بيكون فيه فعاليات اكتر طبعا نظر ان بيكون فيه توافد عدد اكبر لا احنا فجئنا كمان ان فيه سوبر ستارز هيكونوا موجودين من يوم الخميس والجمعة والسبت يعني انت اللي هيدخل مدينة العالمين مش هعرف يخرج منها يعني لو جاي النجم معي لا هو هيلاقي يوم الخميس في النجم والسوبر ستار كبير هيلاقي الجمعة فيه سوبر ستار كبير هيلاقي برضو السبت كمان فيه برامج اللي هتكون موجودة على مسارح كتيرة جدا وكمان نوعية البرامج اللي مختارينها هتكون موجودة فيها تفاعل مع جمهور برامج قريبة جدا من قلب الجمهور والمشاهد صاحبة السعادة هتكون متواجد معنا وطبعا بيختاروا الضيف اللي يكون موجود يكون حد يكون ليه بعد او خبرة موسيقية بحيث ان اللي بيخضر العرض او البرنامج يستمتع بكل دقيقة موجودة يعني الفكر كمان في طبيعة اختيار البرامج اللي هتم عرضها هنا مختلفة وفيها بعد طبعا فن كبير اوي بالنسبة بقى للبعد الرياضي اللي تكلمتي عنه طبعا احنا كل الفعاليات الرياضية اللي تابعناها في النسخة الاولى من مهرجان العالمين معانا ومكملة وفيه فرق عالمية كبيرة جدا لقرة الشاطئ وطبعا البادل هيكون معانا فيه فرق عالمية وكمان عملاء المتحدة السانية دي زي ما عامل شاطئ عام لاي حد حابي بيجي يستمتع بمدينة العالمين الجديدة بترحب بيه بيتلقى نفس الخدمات اللي بيتلقاها اي شاطئ تاني ايضا هيكون فيه امكانية لممارسة اي نوع من الرياضات على الشاطئ اللي بتنظمها الشركة المتحدة او المهرجان بيكون مش بس للفرق اللي جاية تشارك كمنافسة لا هي كمان متاحة للجمهور الجمهور يقدر كل افراد الاسرة بتدخل تشارك في هذه الرياضات ايا كان نوعها اللي موجودة على الشاطئ ايضا البراموتورز طبعا موجودة السانية دي ودايما انا كنت بحب من السنة اللي فاتت اتكلم من اللي بيدخل مدينة العالمين بيستمتع جو وبحر وارض وبيستمتع بكل حاجة يعني فيه استغلال الهواء استغلال البحر استغلال الشوارع مدينة العالمين فيه سباقها طبعا السيارات هيكون موجودة معينا فكل انواع الترفيه بتكون موجودة في نسخة العالمين فيه نسخته التانية وطبعا فيه رياضات مستحدثة كتيرة واللطيف في المهرجان الساني دي انه هو يعني مش عايز يوررنا كل حاجة مرة واحدة لا هو يعني شبه بشكل يومي بيطلع لنا مفاجآت زي ما طلع لنا مفاجئة حفلة الفنانة الكبيرة مجدى الرومي اللي هتكون معينا يوميا بيكون فيه مفاجآت كبيرة على كافة المستويات سواء فنية او الرياضية او ثقافية ايضا لان وزارة الثقافة ايضا لها معارض هنا موجودة في مدينة العالمين وده طبعا بتستقطب عدد كبير من الزائرين بيكون ليهم يتصدى لباسهم طيب كنت عايز اعرف منك كمان من فضلك يا مرفة على اختيار الفنانين يعني بداية هذا المهرجان انت تحدثتي عن النجم الكبير طبعا متحط صالح وبداية الرسمية بقى لو بنتكلم عليها اللي هي من خلال حفلة امس مع محمد منير الفنان الكبير عايز اعرف منك عن اختيار هذه الاسماء اللي هي لها جمهور في العالم كله وانا كنت مستاني الحقيقة البداية الرسمية لهذا المهرجان وحفلة مبارح علشان اعرف منك ابرز الجنسيات اللي انت لحفتي وجودها في المهرجان السنة دي بص يعني احنا دايما احنا عارفين ان مصر يعني فتح الفن خاصة في مصر يعني فاتح زراعيل كل الفنانين كل الدول العربية وده ودايما مصر هي نقطة الانطلاقة لأي نجم وبالتالي اي نجم عربي وطبعا مصري بيكون حلمه وهدفه انه هو يجد ويتواجد داخل مصر وعلى مسارح مصر وللفنانين او للشعب والجمهور المصري وبالتالي فيه تنوع كبير جدا جدا السنة دي فيه الفنانين الموجودين زي ما كنا لسه بنتكلم مع احنا معينا الكنج محمد منير واللي ليه نوع ولون مختلف جدا من الفن اللي بيقدمه معينا الهضبة عمر دياب بكل محب عمر دياب في الموطن العربي وفي العالم وطبعا في مصر معينا ايضا يعني فريق كايرو كي اللي طبعا بيقدم موسيقى نوع مختلف انا بحاول اجيب لك مقتطف من كل نوع موسيقى مختلف معينا طبعا معينا الفنان الموجودة اقصد بيها الحضور من الجمهور الحضور اه تمام يعني طبعا ما هو انا هقولك بقى ما هو دايما يعني التنوع ده بيتبعه بالتالي تنوع في الجمهور ودي يمكن العبقرية دايما في اي مهرجان انك لما بتنوع الازواق بتنوع الجمهور يعني هتلاقي القيصر قاظم الساهر بييجوا وراه من في اي مكان هتلاقي معينا الفنانة الكبيرة مجد الرومي طبعا محبيها في كل الوطن العربي بييجوا مخصوص هتلاقي اي طبعا فنانة إليسا يعني انت دايما هتلاقي كده جنسيات مختلفة وهو ما يتبعه من ايضا محبين من جنسيات مختلفة وفعلا احنا على ارض الواقع شفنا كمان جنسيات جديدة خالص يا باسم وصارة شفنا صينيين شفنا روس شفنا اجانب يعني ناس جاية بقى تستمتع ببحر وهوى ومية وطبعا مدينة العالمين الجديدة بخلاف بقى كل الانشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية يعني تكون موجودة فيها فيها ممشى سياحي الحقيقة بطول 14 كيلو متر وطبعا في عندك السنمات وفي عندك الغربة المطاعم المختلفة فيعني اي حد هيروح سواء مصري او عربي او اجنبي حيستمتع بشكل كبير جدا وحيلاقي كده وجهته هناك في مدينة العالمين الجديدة بشكرك شكرا جزيلا ميرفا تحليكي زملتنا ومفادة اكسترا نيوز من مدينة العالمين الجديدة شكرا نسار